السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي أبطال الصف الثاني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكنكت ويمكمليني أبطال مع يونت وان اللي كان عنوانها meet my family قابل عيلتي وتعالوا مع بعض النهاردة هناخد story story يعني إيه قصة القصة دي عن new friends new friends يعني أصدقاء جداد new friends يعني أصدقاء جداد كلمة friends يعني أصدقاء و new يعني جديد فهناخد أول حاجة el vocab الكلمات أول كلمة عندي هي كلمة new كلمة new هي يعني جديد أدي كلمة new يعني جديد بعدين come come يعني يأتي ييجي يعني بعدين neighbor neighbor يعني جار وجامعها neighbors neighbors يعني جيران play يلعب play يلعب بعد كده عندي won't يريد we help يعني يساعد نقولهم مرة كمان new come neighbor play وبعدين عندي إيه عندي won't we help won't زي ما قلنا يعني يريد we help يعني يساعد فهنا دلوقتي هاني وهنا عندنا هاني وهنا و عندنا رامي و رانا دول عبارة عن إخوات و في نفس الوقت صحاب يعني هاني وهنا إخوات و هما هيبقوا أصدقاء مع رامي و رانا فدلوقتي two families هيتقابلوا مع بعض و هيكونوا صدقات و هيبقوا new friends بس تعالوا نشوف مع بعض المواقف اللي هتحصل ما بينهم و إزاي هيبقوا أصدقاء هنا أول حاجة بيقول لي هاني and hana have new neighbors يبقى كده عندي هاني وهنا have يعني عندهم جيران جدد لديهم جيران جدد تمام؟ طبعا دلوقتي أول ما نقابل حد نقوله إيه؟ لو إحنا الصبح نقوله good morning لو إحنا بعض الظهر بنقوله good afternoon لو إحنا بالليل بنقوله good evening فهنا هما واضح إنهم الصبح فبيقولوا إيه؟ رانا بتقول good morning I am Rana تعالوا نقراها مرة تانية good morning I am Rana أنا اسمي رانا تمام؟ بعد كده رامي بيبدأ يعرف نفسه ليه جيرانه فبيقول I am Rami أنا Rami These are my parents إحنا قلنا إن these are يعني هؤلاء يكونوا وبنستخدمهم إمتى يا حلوين؟ بنستخدمهم في حالة إنه الاسم اللي جاي بعد These are هيكون إيه؟ هيكون جمع اسم إيه؟ اسم جمع تمام؟ طيب يقول إيه بقى These are my parents إحنا خدنا إيه parents؟ parents يعني الوالدين parents يعني إيه؟ الوالدين This is my sister يبقى إيه؟ يبقى لو إيه هتبقى إيه مفرد sister يبقى This is my sister يبقى ما ينفعش نقول sisters This is my sister تمام؟ هتبدأ دلوقتي هانا تعرفنا بنفسها وتعرفنا بأخوها هاني فبتقوله I am Hanna أنا اسمي إيه؟ اسمي هانا This is my brother ده أخويا هاني يبقى هنعرف اللي قدامنا لو كان جمع هقول These are زي ما خدنا جملة These are my parents طب لو مفرد هتبقى This is This is my sister تمام؟ This is my brother طب لو أنا بعرف نفسي بقول إيه؟ بقول I am فلان I am Ali I am محمد وهكذا تمام؟ يبقى ده بالنسبة لأول موقف اللي هو موقف التعارف اللي حصل ما بينهم تمام؟ طب إيه الموقف التاني بقى هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي هاني and Hannah want to play with Rami and Rana هاني وهانا عايزين يلعبوا مع رامي ورانا تمام؟ فبيقول له إيه بقى؟ بيقول له come يعني إيه come؟ لسه واخدينها فوق هنا come بمعنى يأتي لما بدأ بيها معناها تعالى come and play this afternoon يعني يلا بينا نلعب في فترة بعض الدهر تمام؟ فرح قال له إيه؟ I can't يعني إيه I can't؟ I can't معناها لا أستطيع يعني لما حد يقول لك تعالى نلعب أو يقترح عليك نلعب وإنت تقول له معلش مش قادر I can't مش قادر I have to have to معناها مضطر أن يعني أنا مضطر أني أعمل حاجة ترى إيه الحاجة اللي هو مضطر يعملها I have to help my parents أنا لازم أو ضروري أساعد my parents والديا فرح قال له إيه؟ قال له we can help تمام؟ يبقى هاني قال له إيه we can help يعني إحنا كمان نقدر نساعدك تمام؟ طب تعالوا نشوف هيساعدوا إزاي يا حلوين هنا عندي كلمات عندي أول كلمة finished finished يعني انتهيت خلصت يعني thank you يعني إيه؟ شكرا لما حد بيعمل لنا حاجة بنقول له thank you يعني شكرا وبعدين friends يعني أصدقاء وإحنا بننطق كلمة friends ما ننطقشي ال-D لأن ال-D ما بين حرفين سكنين فهي بقى تقيل إننا ننطقها فبتتحزف بنقول friends friends أوكي؟ إيه اللي هيحصل هنا في الموقف ده؟ هاني helps رامي هاني بيساعد مين؟ بيساعد رامي فقال له إيه؟ قال له finished finished لقد انتهيت يعني أنا خلصت فرح شكره طبعا وقال له thank you شكرا بعد كده باقي إنهم يلعبوا فبيقترح عليه إنهم يلعبوا فقال له let's play let's هنا معناها هيا بنا ودي بنستخدمها للاقتراح يا حلوين بعد كده بيعرضوا الموقف الأخير وطبعا بعد ما تعرفوا على بعض وبعد ما ساعدوا بعض ولابوا مع بعض كده هم friends كده أصدقاء يبقى دلوقتي العيلتين دلوقتي أصدقاء كلمة now يعني الآن هما دلوقتي يبقوا أصدقاء تمام؟ هنا بيقولوا إيه بقى؟ good evening معنى كده إنهم بالليل good evening يعني بالليل إنما لو رايحين ننام هنقول للناس ايه أو هنحيي أسرتنا ازاي هنقولهم good night good night يعني تصبحوا على خير تمام؟ فهنا good evening بعد كده بيعرفوا parents على friends بتوعهم فهنا بيقول these are دول بيكونوا my new friends أصدقائي الجداد honey and hana هاني وهانا تمام؟ طيب بعد كده these are my new friends دول أصدقاء الجداد رامي and rana ودول أصدقاء الجداد رامي ورانا يعني هاني وهانا خدوا رامي ورانا وبيعرفوهم على parents بتوعهم وبرضو العكس تمام؟ فهم دلوقتي the two families خلص العيلتين بقوا أصدقاء نتعلم من القصة دي ايه يا حلوين؟ نتعلم من القصة انه تكوين الصداقات حاجة مهمة واننا نعمل معها جيرانا صداقات دي حاجة مهمة وحاجة حلوة ونساعد بعض ونلعب مع بعض طب بالنسبة للإنجليش تعلمنا ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض تعلمنا ايه في الجزء الخاص باللغة الجزء الخاص باللغة أول حاجة عندنا هو الفعل الفعل ايه؟ أنا هاف لوحدها معناها لديه أو عنده أو يملك تمام؟ هاف لوحدها معناها يملك أو لديه أو عنده بس هاف لما احنا اخدناها هنا وكان جاي بعدها اللي هو هنا كان معناها ايه؟ كان معناها يجب أو لازم ان انا اساعد تمام؟ يبقى نفرق ما بين هاف تو بجيب بعدها الفعل في المصدر بدون اي اضافات يعني هنا قلنا هيلب ما قلناش هيلبس تمام؟ يبقى هنا هاف تو اللي بيجي بعدها حرف الجر دي معناها يجب أو انا لازم علي انما هنا هاف لوحدها معناها يملك او لديه او عنده بيقول لي ايه هنا؟ هاني and هانا have new neighbors هاني وهانا عندهم جيران جداد هاني and هانا have new friends هاني وهانا عندهم أصدقاء جداد تمام؟ يبقى هنا باستخدم هاف تو كأنها بالضبط بتاعة الملكية زيها زي الملكية بالضبط يملك أو لديه أو عنده ده بالنسبة لأول point معنا أول نقطة إنه هاف معناها لديه أو يملك طب إيه النقطة التانية؟ نقطة التانية اقتراح إزاي أعمل اقتراح؟ هنا الاقتراح لما قاله هيا نلعب فهنا في حاجة بنستخدمها معناها هيا بنا دي اختصار لتص لتص يعني دعنا أو خلينا نلعب يلا بينا نلعب بيجي بعدها الفعل في المصدر يعني الفعل مفهوش أي إضافات لا أس ولا إي أس ولا آي إي أس ولا آي إي أس ولا آي إن جي ولا دي ولا إي دي ولا آي إي دي يعني يبقى الفعل زي ما احنا حفظينه بشكله الأساسي فهنا لتس بلاي لتس بلاي يعني هيا نلعب طيب التعبير عن الضرورة اللي لسه متكلمين عنها دلوقتي هنستخدم فيها ايه أبطال هنستخدم فيها هاف تو هاف تو هيبقى الأول الفاعل اللي هو مثلا أنا وبعدين هاف تو يعني مضطر أو لازم هالب أساعد مثلا إيت ماي لانش أكل الغد بتاعي أي حاجة أنا لازم أعملها هستخدم هاف تو وبعدها المصدر يبقى هنا في فرق ما بين هاف بدون حرف الجر وهنا هاف تو اللي معناها لازم أو يجب تمام طب الإجزامبل عندي هنا بيقول لي أنا لازم أساعد بكده يا أبطال نكون انتهينا من شرح الدرس أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وكمان يا حلوين تحلوا أو الخاص بالدرس الثالث ولو في أي أسئلة ما تترددوش أنكم تسألوا أي سؤال في الكومنس وهنرد عليكم نشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلام نشوفكم على خير في فيديو جديد